في سؤال تقريبا مبعوض من واحد من احبائنا الاخوة المسلمين بيقول لماذا ذكرت اربعة امبراطوريات ولم تذكر الاسلام اولا كلمة امبراطورية يعني تسيطر على العالم كله ولا يوجد الا اربع امبراطوريات سيطرت على العالم كله الامبراطورية الاولى اللي هي بابل واشور نبو خزنصر العراق وسوريا دي سيطرت على العالم كله لما سقطت الامبراطورية بابل واشور قامت الامبراطورية رقم اتنين فارس ومالي ايران وسيطرت على العالم كله لما سقطت فارس ومادي قامت الامبراطورية اليونانية اسكندر المقدوني اللي احنا بنلقبه اسكندر زو القرنين وسيطر على العالم كله اخر امبراطورية سيطرت على العالم كله هي الامبراطورية الرومانية لكن لا يوجد امبراطورية سيطرت على العالم كله يعني مثلا مصر الفراعونية اعظم دولة في العالم لكن لم تسيطر على العالم يعني ايه يعني ما استعمرتش ولا بلد من البلاد مصر امريكاة عصا تأديب للي يغلط لذلك كانوا يسموها رهب الشعوب لما نيجي نقول هل نابليون عمل امبراطورية طبعا لا نابليون ما سيطرش على العالم حتى انجلترا اللي بيقولك لا تغرب الشمس على ارضها لم تسيطر الا على تلتين العالم الاسلام سيطر على نص العالم في ايام الخلافات فلا نستطيع ان نسمي امبراطورية الا اذا كانت سيطرت على العالم كله الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر دانيال فبيقول ان ابو خزنصر في الاصحاح التاني حلم انه شاف تمثال راسه دهب اللي هي الامبراطورية بتاعته الكتاب فضة اللي هي ماد وفارس البطن حاس اللي هي اليونان الرجلين حديد اللي هي الامبراطورية الرومانية بس الامبراطورية الرومانية ما كانتش روما كانت اوروبا كلها اسمها الامبراطورية الرومانية اتقسمت الى عشر دول عشان كده يقولك اصابع الرجلين من حديد وخزن فانا اه صاحب السؤال لم اخفل لاني لم اتكلم عن من اللي سيطر على اجزاء اكتر في العالم لكن انا بتكلم على الامبراطوريات اللي سيطرت على العالم كله وهنا انا اسألك سؤال هل الاسلام في يوم من الايام العالم كله كان خضع ليه لا هل المسيحية طبعا لا ده المسيحية المسيح بيقولهم لا تخف ايها القطيع الصغير هل انجلترا سيطرت على العالم كله برضو لا هل مصر الفراعونية اقوى دولة في العالم سيطرت على العالم كله لا مين اللي سيطر على العالم كله اربع امبراطوريات فقط نبو خزنصر باب الواشور العراق والسوريا وده البلاد العربية دلوقت مادو فارس اللي هي ايران ودي بلاد اسلامية دلوقت كانت مسيطرة على العالم كله اليونان اللي هي سيطرت على العالم كله وديك شايف اليونان حجمها بقائي دلوقتي وبعد كده الامبراطورية الرومانية اللي هي اتقسمت ونفسهم يجتمعوا عملوا سوق دول اوروبية وعملوا ايه ايه وحدوا الفيزا وحدوا العملة اليورو وعلى فكرة كلمة يورو يعني وحش كلمة يورو يعني وحش يوروبيا يعني ارض الوحش اوروبا يعني ارض ايه ارض الوحش اذا كان الله يحب الاولاد وعنده فكرة يجيب اولاد لماذا بمعتقدكم فلماذا لا يكون لديه الا ولد واحد لماذا لا يكون عشر اولاد او ولد وبنت لماذا واحد فقط توجد خمس انواع من الابوة والبنوة ارجوك انك تفهمني النوع الاول اسمه البنوة التناسلية يعني واحد يتجوز واحدة ويخلف النوع التاني اسمها البنوة الانتسابية البنوة التالتة اسمها البنوة الروحية التتلمزية النوع الرابع اسمها البنوة التساوية التساوية النوع الخامس اسمها بنوة الاناتة يمكن اول مرة انت تسمع الكلام ده اول بنوة بنوة تناسلية واحد يتجوز واحدة ويخلف بحسب سؤالك انت بتعتقد ان المسيحين ان الله اتجوز ويخلف المسيح واحد بس مدام اتجوز ما خلفش عشر اتناشر عشرين مية ليه نحن لا نؤمن ان المسيح اتولد من الله ولادتنا السلي لماذا؟ لان الله عشان يخلف لازم يتجوز اله زيه واحنا مسلمين ومسيحين ويهود نؤمن بإله واحد طب يتجوز مين؟ التسليس اللي بيحربوا الاسلام تسليس الوسانية بتاع الفراعنة اله اب اسمه ازريس وقوم اسمها ازيس ازريس اتجوز ازريس خلف حورس وده غلط والمسيحية ما بتؤمنش بكده عمر ما مسيحي امنا لله اتجوز لان لو اتجوز يبقى مراته الهه هل نحن نؤمن ان العذرة اللي تولد منها المسيح الهه؟ لا ده نفس العذرة لما جي الملك بشرها بالمسيح الكلمة الاولى قالتها له ها انا امت الرب اما يعني عبدة ولما دخلت عندها قالي صبات وقالت لها من اين لي ان تأتي ام ربي قالت لها لانه نظر الى اتضاع امتوه اذا كان الاسلام بيحارب البنوة التناسلية المسيحية قبلها ب ستمية وخمسين سنة بتحارب الولادة التناسلية وخلي بالك عندك نقطتين الله لم يكن له كفئا احد ولم يكن له صاحبة كلمة صاحبة يعني زوجة وكلمة كفئ يعني زوجة متكافئة معه مستساوية معه اله زيه فنحن لا نؤمن ان الله اتجوز وخلى في المسيح وإلا زي ما انت تقول كان خلف له الف الفين عشر تلاف او كان اتجوز من غير ما يخلق ادم وخلف مليون وعشرة مليون وخلاص في حتى قلت الله يحب الاولاد اقولك اي واضي صح وهروق ربنا ازاي هيجيب اولاد الولادة التناسلية غلط والمسيحية لا تؤمن ان المسيح تولد ولادة تناسلية ولو كان كده كنا نقول باسم الاب والام والابن ده التلاتة الاب اللي انجب والام الاب اللي قام بالعملية والام اللي قام بالانجاب والابن اللي تولد احنا بنقول باسم الاب والابن هما المين التالت الروح القدس روح الله دي هاش راح طيب تاني نوع من الولادة اسمها البنوية الانتسابية يعني بناوية انتسابية يعني الابن ينتسب للمكان اللي تولد فيه لما نقول فلان ابن مصر فلان ابن النيل هالمصر اتجوزت وانجبتوه هل النيل اتجوز وخلفوه هو ينسب عندنا في الكتاب المقدس رسول من الروس الاسمه برنابا الكتاب المقدس يقول عنه برنابا ابن الوعز يعني ابن الوعز اصله مفوه في الوعز فسموه ابن الوعز هل الوعز اتجوز وخلف برنابا بلاش عندنا عندكم عائشة عبدالرحمن كاتبة عظيمة لما كانت تحب تكتب في الاسلاميات وفي اعماقها كانت تقعد على الشاطئ وتقعد تكتب كانت هي دايما تقول انا ما حبش اكتب الا والبحر قدامي وعلشان كده عائشة عبدالرحمن سموها بنت الشاطئ هل الشاطئ اتجوز وخلف عائشة يبقى اول حاجة البنوية التناسلية مرفوضة والمسيح ما تولدش تناسل البنوية الانتسابية مرفوضة بالنسبة للمسيح البنوية التالتة اسمها البنوية الروحية اي التلمزة ايه البنوية الروحية؟ ان الواحد يتتلمز على ايدين واحد ويشرب من روحه يقولك فلان دا الاب الروحي بتاعه وعندنا شخصيتين معروفين المرحوم فؤاد المهندس مرة كان عاملين معاه حبيث وجابوله سيرة نجيب الرحاني قالوا له انت بتحب نجيب الرحاني قال انا نجيب الرحاني بالنسبة ليه الاب الروحي بتاعك الاب الروحي يعني اللي انا شربت من روحي من روحه وبعيش المسرح بكمل بطريقته خالد يوسف كان معجب بيوسف شهين وكان بيعتبر يوسف شهين للاب الروحي مع العلم انه فؤاد المهندس مسلم ونجيب الرحاني مسيحي خالد يوسف مسلم ويوسف شهين مسيحي دي اسمها البنوية الروحية التلمزة اهه التلمزة حتى عندنا هنا في مصر المدرس لما يجي خطب التلاميذ اللي بيعلمهم يقول لهم ابناء الاحباء اولاده دول كلهم ايوه ولادي اللي هيعلمهم ودي النوع التالت من البنوية الاولى التناسلية لا تنطبق على المسيح والانتسابية لا تنطبق على المسيح يسوع والربعة هي اللي تنطبق على المسيح يسوع الرابعة هي اللي تنطبق على المسيح يسوع اسمها ايه البنوية التساوية تجي تقول لي يعني التساوية يعني لما اقول لك عمر ابن عشرة سنين عمر ابن عشر سنين اه ابنها العشر سنين اتجوزت وخلفت عمر قالك لا عمر ابن عشر سنين يعني عمر يساوي عشر سنين المسيح مساوي للاب في الجوهر ودي تخليني ادخل بيك بقى ايه هو الاب والابن والروح القدس